النادي الأهلي أخيراً تحسن دفاعياً أخيراً وسط الملعب مروان عامل حالة عامل حالة عظيمة مروان عطية أليو ديانج بيرجع لمستوى حمد فتحي القدرات كبيرة سلاسي مرعب هتحط لهم الكندوسي مش هيتغير هتحط لهم عمر السلاية مش هيتغير هتحط لهم أفشه هيزيد الواجبات الهجومية هتحط لهم أي لعب بقى وسط ملعب مرعب لأي منافس واقف كتير قوي وأنا عامل حسابي النهاردة أنه قبل ما أتكلم على بيرس تياو وقبل ما أتكلم على كهرباء وقبل ما أتكلم على حسين الشحات تفصيلاً لازم أقف عنده كتير جداً عشان تحول تحول محمد هاني يا جماعة المستوى اللي بيقدمه محمد هاني ده تحول في تاريخه أنا ما شفتش محمد هاني لا في بدايات ولا في منتصف مكانه في النادي الأهلي بيقدم هذا المستوى الكبير جداً أحد الأصدقاء النهاردة زي مننا العزيز الإسلام سامي كان بيفرق جنبي على المباراة النهاردة بيقول لنا مش فاهم محمد هاني ده ألف فجأة إبراهيم حسن أفضل زاير أيمن في تاريخ كرة القدم المصرية إبراهيم حسن محمد هاني بقى يعمل مستوى مرعب بقى يعمل مستوى كبير عنده نطج مش طبيعي فجأة بقى فيه خبرات بقى فيه كوة بدنية بقى فيه التزام بقى فيه عرضيات بقى فيه واجبات دفاعية بقى فيه كل حاجة أنا قلت قبل ما هتكلم عليه لعب النهاردة هتكلم عن محمد هاني حقه حقه جداً بيرس تاو بيرس تاو رغم إن بيتسو موسيماني هو اللي جايبه رغم إن بيرس تاو كان أصلاً بيتضرب مع بيتسو موسيماني في سان داونز قبل ما إيجي النادي الأهلي ويتضرب معاه تاني بس نسخة بيرس تاو مع مارسل كولر مختلفة تماماً تماماً قدرات رائعة فاعلية مهارات سرعة هتقولي دعم هم مع فاكر الجوني اللي جابه لما كان بدايته مع الأهلي مش عارف هقولك كانت لحظات استثنائية بيرس تاو دلوقت بيقدم مستوى أقرب للسبات مع النادي الأهلي وتحديداً في المباريات الخارجية وهنا الخبرة وهنا الصقة وهنا القدرات الجوني التاني للأهلي النهاردة والتاني البرس تاو أنا ما فهمتش إزاي أصلاً قدر يحتفظ بالكورة وقدر يستنى ياخد القرار السليم وقدر يصوب وهو عينه على الأرض ده هو فيدل الأول كان هيديها الكهرباء كهرباء داخل في الأوف سايد فيهدي على الكورة تاني فيدل يمشي فيها يمشي بيها يمشي بيها الراجل المدافعين ده راجي أه أنت هتعمل بيها إيه ما احنا مش فهمين طيب نخش نقطف هتبصيها ولا نستنى هتعمل إيه راح الراجل خطفها في الزاوية اليسرى للحارس ولا حس بيها ولا حس بيها كهرباء النهاردة رغم أنه أضاع فرصة عمرها مضيئة أو على الأقل حتى لو ضاعت مش هضيئة بالشاك دوت في الشوت الأول بس كهرباء جماعة أشتبقى فاهم القوة الهجومية اللي عند بيرستاو وحسين الشحات في المنطقة الهجومية الفضل فيها لتحركات كهرباء الكثيرة والزكاء في التحركات يعني حتى لو ما نمس الكورة هو زاكي جداً وهو بيتحرك كهرباء رائع حسين حسين الشحات رائع كل اللعبين في خط الهجوم للنادي الأهل رائع الأهل أخيراً وجد ضلطه في المهاجم تكلم كهرباء لحيال لوقت 11 هدف الراجل جاي من سابات سابات عميق تتكلم فيه إيقاف سبع شهور ييجي ويبقى هو المهاجم ويتقلق ويكسر لدينا عشكاة النهار ده حتى هو بيضيع الفرصة ما نعديها وإن كان المباريات داية يا كهرباء ما ينفعش اديع فيها الفرص دي لا لا ده الكلام ده بقى الكهرباء والبرستاو وحسين الشحات وطهر محمد طاهر وإحمد عبدالقادر عشان ابتكرت الحاجة دلوقتي عايز أتكلم فيها طاهر محمد طاهر وإحمد عبدالقادر الناس دي قعد على الدكة والناس دي لو تفتكروا في بدايات مارسل كولر طاهر كان الجناح الأيمن للأهلي وإحمد عبدالقادر الجناح الأعيسر ده الأساسي وده الأساسي تمام تمام المستوى قل طاهر مثلا يتصاب شوية ولما رجعك المستوى قل إحمد عبدالقادر مستوى قل فقعدوا على الدكة تيجي تنزل بقى في مباراة زي دي لو أنت فكرك لو أنت فكرك هتضحك على الموديل الفني بره بأداء فردي فيقول آه ده متقلق وشاطر ومهاري وحريف وجاب الجون تبقى غلطان موديل الفني زي مارسل كولر تبقى غلطان تبقى غلطان نهار طاهر محمد طاهر بقل أول أحمد عبدالقادر خدوا الكورة وراح انطلق انطلقها غريبة قبلها طاهر محمد طاهر عنده تمرد على الكندوسي أو المحمد شريف يشوتها في رجل اللاعب ليه؟ آه الأهلي كذبا أنت هذا سفر بس ما تكسب أربعة اكسب خمسة المباراة اللي زي دي ما فيهاش يظهر ما فيهاش اللي هو إيه ما أنا خلاص دمان ترفوز ما هي مش مباراة واحدة وفي مباراة تانية آه بنسبة 99.9.5 من 10% النادي الأهلي في النهائي وهيفوز على التراجي عشان التراجي مستوى هزيل جدا هزيل أنا ليه بقولك أنا عادة ما بحبش أسبت حاجة بس التراجي بعيد 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 أوي ما عندوش غير محمد علي بن رمضان والباقي كله لعيبة دون المستوى دي أسوأ نسخة التوانسة نفسهم جميع التراجي بيقولوا دي أسوأ نسخة للتراجي من 2014 من 10 سنين تقريبا نسخة سيئة جدا جدا وغالبا توقع بناء على ما ينشر في الإعلام التونسي كابت النبيل معلوم مش هيبه موجود في مباراة العودة أصلا في القاهرة يعني هيتم إقالته قبل مباراة العودة فالوضع كله ضايع في التراجي مش جايد بس لما يمنعشي نلاهل النهاردة عمل مباراة كبيرة ومحترمة